الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير آليات عمل صنوق تكريم الشهداء وتنمية موارده الرئيس السيسي يشيد أداء المنتخب الوطني لكرة اليد ويؤكد أن اللاعبين قدموا مثالاً رائعاً للأداء البطولي بايرن يوقع أوامر تنفيذية لمواجهة تغير المناخ ويتعهد باستثمار تسعين مليار دولار في الطاقة النظيفة التاسع صباحاً السابع في جرانتش مجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع على نوع يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق جاء ذلك خلال اجتماعه مع مستشار الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري فضلا عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لإصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء سيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء لاستعراض أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020 حيث وجه الرئيس أيام أيضا بقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواقب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقا بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي سفير جوزاف كاشي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا بحضور وزير الخارقية سمح شكري والقائم بالأعمال السفارة النيجيرية في القاهرة قال المتحدث باسم الرئاسة سفير بسام راضي إن المبعوث النيجيري نقال للرئيس رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمد بوهاري تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذا موضوعات مكافحة الإرهاب فضلا عن جهود تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين واستئناف عقاد اللجنة المشتركة إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ودور مصر في مساندة جهود نيجيريا في التنمية من خلال التعاون في مشروعات البنية الأساسية خاصة تشييد الطرق وتوليد الطاقة أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء المنتخب الوطني لكرة اليد وبقها الرئيس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدانمارك وأشار إلى أن لعبية المنتخب قدموا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة موجها الشكر للمنتخب أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف المصري بذلك وبحجم انفاق يتجاوز 500 مليار جنيه وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قال مدبولي أن المشروع يسهم في تنفيذه معظم الوزارات وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر مؤكدا أن هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماعا أسبوعي لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم منوهان بأن نحو ستين بالمئة من الشعب المصري سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القرى المصرية مشروعا قوميا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح كما شدد مدبولي على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية مواجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع وصلت القوات المسلحة تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي بعدد من المحافظات ذلك استمرارا للحملة المكثفة التي تقوم بها لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا حيث شملت الإجراءات تطهير وتعقيم محطات القطار والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعي كما تم عقد ندوات في أماكن مفتوحة روعية فيها قواعد التباعد الاجتماعي وذلك لتوعية المواطنين لانتشار الفيروس فضلا عن فتح عدد من النقاط التي يتم خلالها توزيع المسكات الطبية المجانية على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأولية أعلنت وزارة صحة تزيل 632 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاق قال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل خروج 530 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات لارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو مائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وإحدى وستين حالة من ضمنهم تسعة آلاف ومائة وخمس عشرة حالة وفا أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب في الولايات المتحدة وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تهديدات متنامية مرتبطة بمتطرفين مناهضين للحكومة الفيدرالية موضحة أنها لا تملك معلومات مؤكدة عن مؤامرة محددة لكنها لاحظت أن أعمال شغب عنيفة وقعت في الأيام الأخيرة لافتة إلى أن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستستثمر تسعين مليار دولارا في مجال ثقة نظيفة وأكد بايدن عقب توقيعه قرارات تنفيذية ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري أن الولايات المتحدة ستقود الرد العالمي على أزمة تغير المناخ نهاية الموجز وختامة نحط على المساعدة المشاهدين بأن التردد أكشتر نيوز الجديد هو 11785 معدل الترمي 27500 معمل استقطاب رأسي كنت معكم أنا فيروز مكي دمتم سليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر